بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواج جديد مشيواج أم شمس كنتمنى تكونوا في أحسن حال أنتم كتشاهدوا لفيديو تليوم يومي إن شاء الله سنحضر معكم حليوكة جرائعة جيدة خفيفة منعشة أكيد بطريقة بسيطة فكنتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم وكنتمنى إن شاء الله الأخوات والبنات وصفة دي لهاد الحلوة اللي طلبوها مني كنتمنى إن شاء الله أن نكون لبيت لكم طلب ديلكم متعة تلطش إن شاء الله أكيد وهكا تجي الحلوة دينا كتجي راقية كما نكتلكم ومكونات لها تبعتم معي لفيديو غاتولي تجيكم بكل سهولة فما تبخلوش اليوم تجي عادكم نمر مباشرة للطريق فأول حاجة غنحضره أو لا غنحتاجه لها هي لاجنواز بالنسبة لاجنواز دائما كان أقول لكم فاش كان يكون زربانة راني كان أعمل لاجنواز سريعة غير هنا إني بلاست ما كان عمل ما عملت ربعات البيضات عملت غيجوج لأنني بغيتها طبقة واحدة لاجنواز عملت جوج ديال حبات البيض يعني المقادير والطريقة رمي فيتا عملها معاكم ما بيش لما نطول عليكم لفيديو هاد لاجنواز اللي كان عمل فيها جوج حبات البيض 15 جرام ديال الزيت 20 جرام ديال الحليب مليحة 4 جرام ديال الحلويات 60 جرام ديال الطحين يعني هادو هم المكونات ديولها طريقة كيفاش ما بيش صراحة نطول معاكم لفيديو اللي بقي ما شفتهاش فهدي راهي نفس الجنواز ديال رعات الحبات البيض غير هادو نصف المقادير فقط يعني ما غيرت في هاتي شي حاجة عملتها في صفيحة فرن اللي دائما فيها ورق الطبخ ومدهونة بالزيت بنقبل كندخلها على فرن يعني 200 دراجة فوق وتحت غيكة بلية تنفخة تحمرات من الفوق كنخرجها ما كنخليهاش وقت فين تقصاح واللد يعني غيكة تبالية تنفخة تحمرات كنخرجها را ما كاملشتة 8 دقائق كنتلقيها واجده بحال هاتي الشكل هادا غادي نخليها تبرد على جلب وغا نمرو باش نحضرو واحد الكولي ديال الفواكه هنا عندي 500 جرام ديال الخوخ المعلب اللي تحنتوا هكا دو كطرفة الخوخ تحنتهم على هاتي الشكل كنضيف عليهم 100 جرام ديال سكر حبيبات او لساندة وكنضيف عليهم كذلك معلقة كبيرة ديال عاصر الحامض على هاتي الشكل غير هنا ما تكتروش الحامض وغا نتعرفوا معي معلقة كبيرة في هاتي المكونات فقط كان نعمل هاد الخليط فوق النار حتى كي يسخن يعني يسخن مزيان ما يغليش كان خليش يغلي كان نحن ناخد 12 جرام ديال الجيلاتين يعني تتعبرو 12 جرام ديال الجيلاتين كيف ما لاحبتوا معي كان في الزقوة دائما في الماء بارد وكان نجيب هاداك الخليط ديال الخوخ ممكن تعودوه حتى بالمشماش كان نضيف عليها مباشرة هاداك الجيلاتين كان نعصرها من الماء فما تخلي واش تدوب في الماء غدت بقى هكك شده في رسا كان نعصرها من الماء كان نضيفها على الخليط وهو سخون كان ذاك الكولي ما تخليه الشي غليه باش ما يعطناش ذاك البنة ديال الا كونفيتور كان فيه السكر كان سخون مزيان كنزوله وحتى باش ما يتحرقش كان نخلط مزيان هاداك الجيلاتين حتى كتدوب فيه بحل هذا الشكل وانا هنا كتلكم ما تكتروش الحامض لان الحامض او لا لا سي ديال تكتر على الجيلاتين يعني لكترناها خاصة نزيدو مازال كيميات الجيلاتين كان خلي الكولي ديالنا يبرد على الجنب وكان مشي ناخذ بسرونا ميتين جرام ديال الحليب معقام مع ميتين جرام ديال كريمة سائلة مع تسعود وسبعين جرام ديال السكر حبيبات كما لاحظتو كان عملوهم يغلو فوق النار كان اخذ ميت جرام ديال صفار البيض كان اخذوا صفار البيض كان عبروه اعتنا ميت جرام كان نضيفو عليه ستوتلاتين جرام ديال السكر حبيبات او لسانيدة وكان حرق مزيان مزيان هاد المكوينين بجوج كما كتلاحظو معايا يعني جيدا وضفت عليهم ساشي ديال فاني باش كي يعني حي دينا شوية داك المدق ديال ديال البيض وهدي راهنين هذي اللي كان حضرو راهيالا كخيم باظواز اللي كتلاحظو معايا منبعبني كانت تربو هادك البيض صفار البيض مع العناصر هنا كانكون مفزقة 16 جرام ديال الجيلاتين بالنسبة للجيلاتين فاضيفوها على الحليب اللي سخون انا راه نسيتو اخا قدامي نسيتو انا مشي عاود دوبتو مهم ان ذاك الجيلاتين كتضيفو على الحليب ووو مع الكريمة ووسخون عاد كتضيفو كل شي على البيض باش يتعقم انا هنا ضفت الحليب ووسخون على البيض ولكن نسيت الجيلاتين وكنت داركت الامر يعني مشيت دوبت ذاك الجيلاتين بزربو وضفتو وحركت كل شي مزيان يعني كنسيتو الحجرة كل شي عندو الحلول نسيتو الخليط البيض على جنب وكنمشي ناخد ربعمية جرام ديال الكريمة الكريمة السائلة اللي مسوسة يعني بدون سكر وكنتربوها يعني نحصلو على شونتية غير هو هنا مكنتربوهاش حتى توقف مياه في المياه يعني غير هكا انا باقا خفيفة شوية نصف لانا جيلاتين نجيب هاداك الخليط اللي فيه الجيلاتين وفيه الحليب والكريمة والبيض والمسائل كان بدون نضيفو على هاد الكريمة اللي طلعنا على هاد الكريمة هاد الاشونتية نطرب كل شي نخلطو على هاد الشكل هادا هنا يكن تحصلو على الكريمة باباواز اللي سهلة وبسيطة كتعطي كمية ما شاء الله كبيرة ومكوناتها كمية تتلاحظو رها سهلة كتبغي هاد كل شي عبريه بالقرام تشي حاجة يعني احتالو ورقات جيلاتين تابوليهم كنا ورقة اللي كتوزن جوش جرام كنا ورقة اللي كتوزن ثلاثة جرام يعني ضروري تكل شي تتعبر من بعد ما كنخلط هاد الكريمة هاد كاملة هكا وطن تحصل على هاد طريقة سافي هنا كندوز باش نضيفو المنطي والحليوة دينا اللي بكل سورة وما تخليعكمش الكريمة اللي لقيتوها هاكا خفيفة رها عادي كنجيب كنجيب الجنواز دينا بعد ما بردات شوفوا معي كي كتجي خطيرة كما كنجوليكم رها هسر بيتا ذري بها اللي بغيتي تلك كروليرا كتجي به خطيرة بزه كنجيب الايطار اللي غادي نخدم بي على هاد الشكل هنا رها الحليوة دياني يعني طيب تافمو اللي و 24 على 30 وهنا فاشحطت الايطار راني زد ماذا نقصت منه يعني كما شتو خليت الجواني بشوية هادو يخصو محيدو راني ما كنحيدو مش فهاد المرحلة هادي كنخليهم كنسقي الكيك ديالي ولا لاجينواز سقيتها بسيرو لديال الخوخ وكنخليه يشرب شوية وكنزل فوق من هادو فوق من الاجينواز ديالي كنزل شوية من ديك الكريمة ما كنزلوش كريمة الكريمة بزاف لان خاص الكريمة اللي تكون من تحت تكون طبقة ليرقيقة رقم اللي الفوق ولا بغيتهم تعملوهم يعني متساوين كيبقى لكم لي اختيار كندخلو الحلوة ديالنا المجمد هي غيكة تبلينا ديك طبقة ديال الكريمة شدت فراسها كنخرجوها وكنعملو طبقة ديال داك الكولي اللي حضرنا را كتلقاوه واخره انا خدمت هذه الحلوة في الجو كان بارد كتلقاوه باقي يعني سائل تخدمو به كيف بغيته دخلتو كذلك بدور ديالو للمجمد حتى شد فراسه ها نخرج دا تاني وعملت طبقة تانية ديال الكريمة فانا را شدليه وقت بزاف باش انه لانا المجمد كان عندي عامر يعني احتحي الحلوة اخرى عند دخلتو فهاد الوقت تادير هالكريمة كنماشتو معايا جمعات راسها شوية ماشي مشكي كان عمل طبقة هكا من الفوق كان حاول نصوبها انتوما يعني قدوا الامور ديالكو ولكن انت اول مرة تقدي حلوة يكون بلاسة ديالات الحلوة في المجمد خاويات كل مسائل كلها انا معاك كانوا عندي حلوات اخرين يعني ما عندي كين ندير لها فخليتها بغيت نخدم كل شي يعني في مرة واحدة والحمد لله را كل شي مشا فرحان صاف هناك كما كنت شوفوا معايا ذيك الكريمة كنحاول نصولها نصولها حانتوما يلا كانت باقة خفيفة راغي كتتصوبها هكا كتبوها فوق من ذاك الكولي وكت عاود تتحركوا ذاك المون وهي راسها هي راسها كتتتصوب راسها لانها كتكون باقة خفيفة صاف على هاد الشكل هادا هاتنا عاود ندخلها اللي مجميد حتى كتتجمد كتتشد في راسها عادي الساعة كنقلاسيها بنفس الكولي كنكونو خلينا هكا هكا هلا مثلا نخفتم من الخالط ممكن انكم تقسموه فهاد 500 جرام را كتتعطيه ما شاء الله را صوبت باقة عايني عملت واحد طبقة خفيفة بنفس الكولي ويعني ما شاء الله را صوبت بها هادي وهاديك الحلوة وبقالية واحد شوية كنقلاسي به حليو اخرى كغير طبقة خفيفة من الفق المهم فهاكا على هاد الشكل هادا عملت هادك القلاساج بنفس الكولي على هاد الشكل هادا كنحاولو نصوبوه من الفق وكنعود ندخلها للتلاجة فهاد المرحلة فانا خليت عايني باتت في المجميد اللي الى كاملة في الغد فكان عادي كنزول هاد البقايا ديال الكيك اللي في الجوانب كنزولوهم فعلى هاد الشكل هادا سوف يبدو نزولو الايطار فالما كانش مثلا الشليمو لما بطيش تعملو المسخون هكا في شي منديل وتحيدوه ما كنزولوه غيب سكين كندخلوه هكا على الكيك نحيدو هكا وشوفوه معاي يعني انا حتى بيت نزولي يقع في جوانب وقلت لاش يعني مولان فيني راسو الراسو سبحان الله فجاني هنا القياس اللي بغيت في الحلوه راجة كبرا منها لانا ما شاء الله هذي راكت عطيتها الكيلو وسبعمائة قرام فانا بغيت في الحلوه كيلو ونص فزولت هذا راكت عطي يعني كتار كتار من كيلو وسبعمائة قرام المؤمن عبرتها الحلوه اللي غادي تمشي فيها كيلو وخمسمائة فخليت فيها كيلو خمسمائة وثمانين فخليتها في هذيك تمانين جرام ماشي مشكل صافي وما باقي هذو راهم يعني زولتهم على هات الشكل ممكن حتى تقطعهم على شكل دي صواغي اللي صغير وورين وكتزينوها بالطريقة اللي بغيتو كما اكتليكم انا راه ما زيك ما زيولت منها والو من الجواني بجا تمفين يا وباينة فالحلوهات كيبغيوها كتعطيهم الخاطر وتصوبوهم بحب كي يجيو كيف ما بغيتوهم وكتكتبو فيهم المطلوب اللي طالبين منكم مثلا الناس او اللي بغيتو انتم ما تكتبوه كيبقى لكم الاختيار فيهم المهم الزين كيما كتلكم دائما كيبقى اختياري انا انا زينت في ذاك الجانب زينت عكب شوية ديال الكريمة اللي بقات كانت عندي كريمة طالعة من الحلوه قبل هي بس زينت وكيبقى هكال الحلوه كيجي صراحة خطيرة بنينة ومنعشة وهاد القاتور جون صوليرا كيجي وار صراحة الناس اللي كيبغيو هكا كنقولو الناس اللي عشاقة اللي كيبغيو هكا كريمات اللي زوينين ولا جنواز تكون قليلة فكانت من الفيديو عشبكم كانت معكم ام شمس وما توفيقيا الا بالله عليه توكلتو اليه ونيب